هاي المنطقة جبل عامل يعني من زمان وجه بيسمون كمان منطقة المتاولة نحنا بلبنان اليوم نسمي الطائف الشيعية ولكن قديما حتى كانت واردة بالكتب وبعض كتب التاريخ وبعض كتب الأدب إنه المتاولة شو المقصود بي المتاولة؟ هم ده نوضح شغلة كتير مهمة دايما المصطلحات المعنى اللي بيتركب عليها بيتبدأ في كتير بيفكروا إنه هيدا المصطلح بيحمل معنى سلبة منو هالحال بلبنان لأنه المنطقة اللي فيها شيعة 12 باللبنان بالتاريخ المحلي من قبل المؤرخين المحليين على القليلة من نهاية القرن السابع عشر بيسموا هالمجموعة متاولة وهي هالمجموعة بتسمي حالة متاولة هلأ فيه أصلين لهالتسمية فيه أصل العربة الفصيح متأولة هي مع كتير إيجابية كانت يتهمون بأنه هن يؤولون النصوص الدينية ولكن هيدا المصطلح على ما يبدو محليا تاخد وانقلب وأعطيه بعد أنه هو من تولى عليً يعني صار عنده بيرمز له منوالاه منوالاه نعم منوالاه الإمام علي فنقلوه من إطار نوعا ما سلبة لإطار إيجابي وصار هو مربوط بالهوية الشيعية بالأخص بجبل عامل وبمنطقة البقعة